بعد صدمة ارتفاع سعر الدولار أمام دينار العراقي ياب عام 2021 المهادرة دون مفاجئة صادمة أخرى لا رواتب للموظفين خلال السنوات العشرة القادمة إذا ما بقي العراق معتمدا على عائدات النفط التي تشكل 90% من إرادات الدولة طبقا لتصريحات وزير المالي عبد الأمير علاوي ما يعني أنه لا خيار أمام العراق إلا بتصريح موظفي ذروة ربما نوصلها في 2030 أو 2040 لكن بغض النظر عن هذا التاريخين الواقع بأن نحن نواجه تحديد حقيقي من التقلبات العالمية والتغييرات النوعية التي تصير بسوق النفط وزير المالي يدق نقص الخطار بتصريح الموظفين خلال السنوات القادمة إذا ما بقي العراق معتمدا على واردات النفط فهل هي قراءة لواقع محتوم أم تنبؤات اقتصادية؟ هو يرى خبارة واقتصاد أن تصريح وزير المالية لا يعني استغناء الدولة عن الموظفين بقدر ما يعنيه من التوجه نحو اقتصاد السوق والتخفيف من عباء الدولة والحد من الدرجات الوظيفية المبالغ بها لأغراض سياسية أو انتخابية وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تجاوز حقبة الضعف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد عند بدائل أكثر من النفط وأنظف من النفط مثلا قد أسألنا ما هو أولا إذا يكملون الفاو مناء الفاو هذا يكسب العراق على الأقل سنويا من 40 إلى 50 مليار دولار وإذا ينتهي الطريق الحريري الذي سيمر بقليم كردستان إلا أن الرأي الاقتصادية الأرجح في إطار البحث عن مخرج من حقبة الأزمات الاقتصادية تتمثل بتنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاقتصار على ريع النفط والاعتماد على الصناعة والزراعة كمصادر بديلة في ميزانياتها القادمة بدلا من التصريح بالاستغناء عن الموظفين مهما كانت تفسيرات هذه الجملة من عربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة